سهلا الخير الأمير تحياتي ليك ولكل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان معاك من هنا من دبي وبالتحديد في فندق إقامة جميع المكرمين إن شاء الله في حفل الغد حفل توزيع جوائز جائزة الشيخ محمد براشد قال مكتوم للإبداع الرياضي يعني عزيزة أمير هي الجائزة الأكبر على مستوى العالم من حيث فئاتها ووقتمتها كمان قيمة الجوائز المقدمة يمكن الجائزة كل المكرمين فيها من صنع القرار ومن أصحاب التجارب النجاحة بيتم تكريم جميع الأبطال الأولمبيين اللي كانوا في آخر دورة أولمبية في توكيو سواء الألعاب الأولمبية العادية أو كمان البرة الأولمبية يمكن دي الدورة الحداشر أمير الجائزة ابتدت في عام 2009 ودي الدورة الحداشر يمكن فترة التكريم عن فترة جبيرة جدا بداية التقييم كانت من 1 ستمبر 2018 وحتى 15 ستمبر 2021 طبعا جميع المشاركين قامت وصحاب تجارب زي ما قلنا نجاحة على مستوى الوطن العربي النادي الأهلي يمكن يقرم كالعادة في جائزة الشيخ محمد بن راشد قال مكتوم للإبداع الرياضي ولكن التكريم المرة مختلف جدا أمير ولو عريض صغة التكريم فعلا فخر كل أهلاوي أن النادي الأهلي يقرم بهذه الصفة في فأة المؤسسة العربية كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية عن مبادرة التمويل الذاتي زي ما ذكروا في الجائزة وسبب منح النادي الأهلي الجائزة أن مبادرة التمويل الذاتي أو مبادرة الاقتصادية للنادي الأهلي مبادرة تستشرق المستقبل ويجب الاقتداء بها في جميع المؤسسات الرضاية خاصة في زل فترة كورونا زي ما الناس كلها شايفت وتابعتها أمير نادي الأهلي فترة كورونا لم يتم لسناعنا أي منع العاملين اللاعبين بيتم تقاضي العقود كاملة في جميع الألعاب المدرية الفنيين سواء مصرين أو جانب كل تقاضى كمان بتفتح مقرات جديدة الشيخ زايد التطورات أكثر من راعة في مدينة نصر كمان افتتاحها فرع الأقصر وكمان التجمع الخامس في الطريق فأعتقد كل دوت دعا المسؤولين عن الجائزة وده إن شاء الله أننا هنشوفه فيه لقاءات متتابعة بعد كده دعا المسؤولين عن جائزة مجلس أماناء الجائزة هنا في دبي في مجلس دبي الرياضي يمنحوا الجائزة للنادي الأهلي يمكن احتفاء غير عادي وغير طبيعي هنا بالنادي الأهلي أمير وكابت المحمود الخطيب رئيس مجلس قدارة النادي الأهلي يمكن النادي الأهلي بجد لما تطلع برى مصر تشوف قمته أكبر وأكتر فيه عيون جميع الناس يمكن نظرات الإعجاب والفخر بالنادي الأهلي بتشوفها برى مصر كمان يمكن جمهور النادي الأهلي مش في مصر بس إحنا كل الناس بتقابلنا هنا يمكن الناس كلها منتظرة كمان وصول النادي الأهلي في كأس العالم للأندية يمكن إن شاء الله بإذن الله يكون ده بداية الجائزة زي ما قلنا البداية كانت من المحيط والفوز بالنجمة العشرة وكمان النهاردة بنوصل لحد الخليج وانتصارات النادي الأهلي ويفوز النادي الأهلي بأفضل مؤسسة رياضية عربية أعتقد فخر ما بعده فخر ويا رب دايما النادي الأهلي في إنجازات ونجاحات ويفضل دايما في المقدمة دايما كمان يا أمير يمكن مش النادي الأهلي بس اللي بكرم من مصر يمكن مصر يبقى طولها التكريم بشكل كبير في الجائزة هذا العام يمكن في ريال أشرف بتكرم عن جائزة الرياض العربي طبعا بعد تحقيقها لزهبية الكاراتي في الأولمبيات الأخيرة كمان آية مدني بتكرم عن جائزة الإدارة العربية طبعا لفوزها برئاسة لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي الخماس الحديث للدورة الخامسة ويمكن ده منصب أول مرة يوصله رياضية عربية أو إفريقية كمان دكتور حسن مصطفى بيكرم بصفة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كأفضل اتحاد دولي طبعا بعد تنظيم الرائع كابتن حسن مصطفى لما كلمت معي قال لي اللي يستحق التكريم هو الحكومة المصرية كان نفسي يتم منح التكريم دوت لدكتور مصطفى مدبولي وجهه له الشكر جدا والحكومة المصرية في ظل جائحة كورونا نظامت كاس العالم لكرة اليد لأول مرة في العالم بمشاركة 32 فريق والأول مرة بالنظام الفقاعة الطبية قال لي كنت فخور جدا كمصري في أولمبياد طوكوي لما طبق نفس النظام للطبق الأول مرة قال لي اللي تستحق فعلا الجائزة مش للتحادل الدولة بالعكس الحكومة المصرية هل تستحق الجائزة والتكريم على هذا المجهود اللازي بوزل يمكن بجد كلنا هنا كمصريين وكعرب فخورين بالنادي الأهلي الناس بتتكلم كويس جدا عن النادي الأهلي ولما تتكلم كمان مع مجلس الأمانية يا أمير لا الناس يعني بيشوفوا ان ده طبيعي وده حق النادي الأهلي ما فيش أي نوع من أنواع لا النادي الأهلي يستاهل أكتر من كده النص فخورين جدا بالنادي الأهلي وبيكرموا النادي الأهلي لأنه هو فعلا يستحق التكريم وشايفين أن تجربة النادي الأهلي لابد أن تعمم وتكون زي ما يقول يعني المثال يحتزى به في جميع المؤسسات العربية الرياضية يعني بصراحة يا توفيق أنا بحييك كل التحية واضح أن أنت مذاكر كويس جدا وقلت كل المعلومات في الحياة كل جمهور النادي الأهلي حبيب هو أنا بصراحة بحب دايما المكتهد اللي بيحاول يطور من نفسه ويشتغل بشكل مظبوط فأنا بحييك طبعا على كل الكلام اللي أنت قلت وحطتنا في الصورة بشكل كبير أوي لكن أنا عايز أسألك سؤالي يا توفيق وبالتحديد فيما يتعلق باستقبال الكابتن محمود الخطيب فور وصوله لدبي كيف كان الاستقبال بما أنه رئيس أولا رئيس النادي الأهلي أو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبما أنه طبعا أسطورة كبيرة من أساطير الرياضة العربية من أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية إزاي كان الاستقبال وحفاوت هذا الاستقبال اشرح لنا الصورة كتشافة بمنتهى الأمانة والمجاملة يعني بمنتهى الأمانة والمجاملة بجد ده الحقيقة اللي شفناها بإنها ورصدناها كابتن محمود الخطيب يعني يعني بعمل معاملة الدبلوماسيين هنا في دبي والإمارات بشكل عام يعني تشوف الالتفاف الناس حواليه يعني كابتن محمود الخطيب مش عارف يخرج من الفندق من قطر الزقالي اللي بيجول يمكن الناس كلها ملتفحة حواليه هنا كابتن محمود الخطيب طبعا شهرته تعدت الوطن العربي من المحيط للخليج عزيزة الله كمان يا أميري يمكن ناس بتتكلم النقطة اللي ناس بتتكلم فيها جدا إن كابتن محمود الخطيب بقى المسالة واحتزى بي إن رياضي رئيس المجلس إدارة النادي بحجم النادي الأهلي وكمان مش بس بياخد معه بطلات ونجاحات قرية وعالمية لأ كمان انت بتكلم في تكريم المرة دي عن المجموعة الاقتصادية النادي الأهلي انت بتتكلم أن رئيس نادي كان لعب كرة قدم سابق وكان أسطورة سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر كمان بيقود نادي عريق زي النادي الأهلي مش بس يحقق بنتاج ونجاحات عظيمة لا كمان انت بتتكلم عن الجزء الاقتصادي بنتكلم كإدارة لعب كرة قدم وأسطورة سابقة انه كمان يبقى أسطورة إدارية ويقدر يعني زي ما يقول يبحر ويغرد خارج السرب بالنادي الأهلي انت بتتكلم هنا بجد بنتكلم مع كل الناس أمير الناس بتتكلم عن بجد بكل الفخر عن النادي الأهلي الناس بجد يعني جمهور النادي الأهلي لكل الفخر وكل الحق انه يفخر بناديه لما تسمع كلام الناس يعني لو هنجمل بعض في مصر وكلنا كأهلوية وبنحب النادي الأهلي لا تتكلم مع ناس محايدة تماما هنا بيتكلموا عن النادي الأهلي بشكل أكثر من رؤى الناس التي تتكلمون لك تخيل بالتقدم اللي في جميع يعني كتير جدا من الدول العربية سواء على المستوى الإداري أو المستوى الفني والرياضي لا الناس بتتكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي تجربته لازم تعمم تعمم على جميع الدول يعني عايزه أقول لك أنه كان مترشح لنفس الفئة الجائزة اللي النادي الأهلي يفاز بيها 54 ملف يعني النادي الأهلي ما كانش يواخدها بالتسكية ولا هو ما كانش فيه 54 ملف كانوا بنفسه في فئة النادي الأهلي هو أفضل مؤسسة رياضية عربية كان فيه 54 ملف متقدمين للجائزة وطم اختيار النادي الأهلي يمكن فيه ما هيبقى معنا أعضاء من مجلس أماناء الجائزة هيتكلموا معنا هيقولوا المعايير اللي طم اختيار النادي الأهلي على أساسها ويمكن فيه سؤال يوجهتولهم هو إن شاء الله يبقوا أكثر للناس إن هم قدام الكاميرا وبالصوت والصورة يرد عليه أمير إن هم ليه دائما النادي الأهلي على منصة تدويج بجائزة محمد برراشد المكتوم ده هم أصحاب الشأن وأصحاب الجائزة هم اللي هيردوا عليه ولما كلمهم قالوا النادي الأهلي ده قليل جدا اللي بياخده النادي الأهلي يستاهل أكتر من كده بكتير النادي الأهلي فعلا نادي يغرد خارج السرب سواء إفريقيا أو عربيا النادي الأهلي دلوقتي بخلاص من الكلام أمير في مصاف الأندية العالمية سواء إداريا أو رياضيا أو على سبيل النتائج والقرارات بتاعته طيب ده أمر مهم جدا لكن أنا عايز تستغل فرصة تواجدك هناك توفيق وتقول لنا بقى كيف يتأهى بالشارع الرياضي الإماراتي بشكل عام لكأس العالم للأندية وبالتحديد كمان الجالية ومصرية وجمهور النادي الأهلي إنه خلاص كأس العالم للأندية الرابط والأول مرة النادي الأهلي بيشارك في كأس العالم للأندية وهي بتقام في الإمارات الشقيقة فقول لنا الأجواء عندك إيه وإزاي كل بيستعد لهذه البطولة وبالتحديد لمشاركة النادي الأهلي بالضبط زي ما ذكرت يمكن النادي الأهلي 6 مشاركات من قبل في كأس العالم للأندية أبو ظبي كمان نظمة البطولة ولكن أول مرة يحصل اللقاء للنادي الأهلي يكون موجود فأبو ظبي عايز أقول لك الأجواء غير عادية يعني زي ما كنا كمانين بنتكلم مع أستاذ عقوب الساعة لأيلي 80% من التذاكر بتاعة بطولة كأس العالم نفذت من الأسواق يعني أجواء غير عادية الحضور الجماهيري منتظر يكون غير طبيعي منتظر زي ما الناس كلها هنا بتقول لنا بتقول لنا أنتوا مش هتحسوا أن النادي الأهلي بيلعب خارج مصر بالعكس يعني النادي الأهلي يعتبر هو الفريل المنظم للبطولة بحكم الجماهيرية وبحكم الجمهور اللي هيكون موجود أعتقد إن شاء الله يا رب يعني مشكلة اللعبين تحل مع المنتخب والنادي الأهلي بكامل صفوفه أعتقد بتوفيق من ربنا إن شاء الله بالدعم الجماهيري اللي هيبقى موجود هنا يعتقد إن احنا نشوف نسخة مختلفة جدا من النادي الأهلي بفضل الدعم والمساند الجامهي كماهيري و إن انت بتتكلم امير في رواج غير طبيعي هنا عبو الزاب يمikن الناس عارفة إن النادي الأهلي وقمت النادي الأهلي والنادي الأهلي هتضيف قديل البطولة و إنت بتتكلم مع الناسEMA حتى الإماراتيين بيتكلمون إن النادي الأهلي هتضيف كثير جدا للبطولة يعني نقولا نتمنى النادي الأهلي يشاركه في النسخة سابقة ولكن النسخة دي أعتقدها تبقى مختلفة هم نفسهم عارفين حتى مشاركة منتخب مصر في الفترة الأخيرة أمير في كاس العرب في قطر شفنا مشاركة منتخب مصر عملت إيه وحولت البطولة بشكل كبير جدا وعملتها بطولة جمهرية أعتقد النادي الأهل أنت عارف طبعا أكيد سفرت مع البعثة كتير خارج مصر وشاف جمهارية النادي الأهل في كل دول خاصة أنا أبو ظبي يمكن جالية كبيرة جدا المصريين كلهم منتظرين للنادي الأهل زي ما أقول يعني بكل اللحفة وأعتقد أن شاء الله شكل مشرف جدا وهتشوف الأستاذ يعني زي ما بقوله كومبيليت في كل منتشاطة النادي الأهل في كاس العاملين دي توفيع أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار والمعلومات